موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله نتوكل ونستعين انطلاقاتنا متواصلة وتحديات مستبرة متابعين الكرام في انطلاقاتي هذا اليوم الخاص بسن الجذاع تحدياتي هذا اليوم وانطلاقة الستة كيلو مترات وشوطنا السادس عشر الخاص بالقعدان الجذاع المهجنات الانتاج انطلق مع هذه الاسماء اندفع مع هذه الشعارات الحاضرة المركز الاول النداوي على مقدمة الشوط حمد بن محمد بن فيد بن بيشان العجمي يسيطر على المركز الاول ويتقدم بانطلاقة وبحضور النداوي على المركز الاول المركز الثاني اجد في هذه اللحظات المنطلق هو شاهين حمد بن سالم بن نايع بن سالم الاغفلية على المركز الثاني المركز الثالث اتابع هذا القدوم من اصيل عبدالله بن عمبر بالذوئب العامري قادم على المركز الثالث يقدم لنا اصيل المركز الرابع هذا شعار بن منيف يتحرك في هذه اللحظات بانطلاقة بارود من بارك بن منيف من مطر المنصوري على المركز الرابع بينما اتابع لي على المركز الخامس في هذه اللحظات انطلاقة منذر عمير بن هلال بن عمير بن مران المنصوري على المركز الخامس المركز السادس اجد مكافح عبدالله بن محمد بن لويه بالزفن العفاري يتقدم بدور على المركز السادس والمركز السابع انطلاقة ملبي سعيد بن احمد بن محمد بالكيل العامري على المركز السابع بينما الدور دور لي على المركز الثامن مخلاب علي بن سلطان بن حمود الغيلاني على المركز الرابع يتقدم بتقدم هذا الشعار وبانطلاقة المركز التاسع شوف القدوم اطلس هو القادم الضعيف من سيف من دميثان الشامسي على المركز التاسع والمركز العاشر اتابع انطلاقة وحضور شاهين وجاسم بن محمد بن علي بن اعمير الراشدي على المركز العاشر هذه هي الاسماء هذه هي التحديات هذا هو الانطلاق يا من تتابع يا من تراقب والتحدي للمراكز الأولى الحاضرة المنطلقة والمتنافسة والعودة من جديد الى المركز الأول والى مقدمة هذه الاسماء حيث ينطلق بن بيشان حيث ينطلق راعي الساعي حيث يندفع راعي غزيلان يقدم لنا شعاره الكبير بانطلاقتي وبحضور باندفاعتي وبمستواها على المركز الأول يقدم لنا النداوي حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يتقدمون ابناء المملكة وينطلقون بهذا المستوى المركز الثاني وتابع بن عمبر وشعاره يتحرك بأصيل ينطلق بأصيل عبد الله بن عمبر بالذويب العامري على المركز الثاني مع أصيل والمركز الثالث شوف التقدم والهجوم شاهين ومحمد بن سالم بن نايع بن سالم الغفلية هو القادم على المركز الثالث يتحرك بتحركات شعاره وينطلق بانطلاقه وبحضور شاهين المركز الرابع بن منيف وشعاره القادم والحاضر مبارك بن منيف من مطل المنصولي يقدم لنا بارود على المركز الرابع المركز الخامس بدأ يقترب مخلاب وعلي بن سلطان بن حفود الغيلاني على المركز الخامس المركز السادس منذر عمير بن إهلال بن عمير بن مران المنصوري على المركز السادس السابع السابع من أبي سعود بن أحمد بن محمد بالكيل العامري على المركز السابع المركز الثامن انطلاقة مكافح عبد الله بن محمد بن لويهي بالزفن العفاري يتقدم وينطلق في هذه اللحظات يصل بهذا الشعار المركز التاسع شوف الانطلاق شوف الحضور حضر بهذا الشعار ومع هذه الانطلاق في هذه إلا أثناء شعار حمد بن محمد بن سالم الوهيمي من يتقدم في هذه الاثناء ويتدخل بشعار في هذه اللحظات هناك أتابع القدوم أتابع الوصول في هذه اللحظات أتابع أيضا الأسماء القادمة ولكن ولكن هناك أعود من جديد إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الأسماء إلى الانطلاق الأول إلى التحدي الأول إلى المركز الأول والنداوي على المقدمة النداوي على الصدارة يتحرك وينطلق في هذه الأثناء النداوي النداوي على مقدمة هذه الأسماء يتقدم في هذه اللحظات حمد بن محمد بن فيد بن بيشان العجبي ولكن بن عمبر بالذويب يتقدم بأصيل ينطلق بأصيل أصيل وعبد الله بن عمبر بالذويب العامري غير على المركز الأول غير على صدارة الشوط القادمون الحاضرون وصلوا في هذه اللحظات ومخلاب علي بن سلطان بن حمود الغيلاني والكيلو متل الأخير وبالكيل يتحرك بملبي سعيد بن أحمد بن محمد بالكيل العامري ولكن وصل وصل ممثل السلطن ليقدم لنا شعار الحذر 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 أحمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتحرك ينطلق بمحمد يندفع بياذا الشعار الحذر القادم يغير على المركز الثاني ولكن بن عمبر بن عمبر على المركز الأول على صدارة الشوط بن ذويب بن ذويب ولكن ولعت المعرة كما بين هذه الأسماء بن عمبر على المركز الأول راحي أصيل بالكيل 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 على المركز الثاني يتحرك والحذر أحمود بن محمد بن سالم الوهيبي هو بالزفن ينطلق بالزفن يندفع يهاجم مكافح يكافح في اللحظات على خير يا عبد الله يا بن محمد يا بن الوهي يا بالزفن يا العفاري يا راحي مكافح ولكن بن عمبر بن عمبر راحي أصيل راحي أصيل أصيل والله أصيل مع الفوز مع الناموس سلام عليك يا بن عمبر سلام عبد الله بن عمبر بن عمبر العامري خاطف المركز الثاني كان شعار بالزفن على المركز الثاني بانطلاقة مكافح عبد الله بن محمد بن ويب الزفن العفاري المركز الثالث المركز الثالث المركز الثالث كان الحذر حمود بن محمد بن سالم الملهم المركز الرابع المركز الرابع بالرقم 13 أمل أبي سعيد بن أحمد بن محمد بالكيل العامري والمركز الخامس والمركز الخامس كان النداوي بشعار حمد بن محمد بن فايد ثم بيشان العجمة توقيت الزفن سعدقائي 18 دانية سبع أجزاء من الثانية سلام عليك يا رعي أصيل عبد الله بن عمبر بالذويب العامري دانينا ونموس المركز الثاني هناك شعار بالزفنة حل بالرائع بالمركز الثاني مكافح عبد الله بن محمد بن الوهيب بالزفنة العفاري والتوقيت 9 دايد 19 دانية 5 أجزاء من الثانية والمركز الثالث في الرقم 36 الحذر حمود بن محمد بن سالم الوهيبي تانينا ونموس للجميع